السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم المرشد الزراعي النهاردة بنتكلم فيه موضوع الحقيقة بيهم المواطن المصري يعني أنا دايما بقول أنه هو مش بيهمه بس يوميا أو مش بيعتمد عليه بشكل يومي هو بيعتمد عليه على مدار اليوم ألا وهو البروتين الداجيني البروتين الداجيني ده بما أنه هو أرخص أنواع البروتين في مصر فبالتالي الاعتماد عليه من قبل المواطن المصري بيبقى كبير جدا ومطلوب مننا دايما أن نحن نوفر مستلزمات الإنتاج للبروتين الداجيني أو للدواجن أو تربية الدواجن في مصر حقيقة الدولة في الفترة الأخيرة أخذت كثير من الإجراءات ووزارة الزراع بشكل خاص لتنمية قطاع الثروة الداجينة وقطاع الثروة الداجينة ماذا لا يحتاج الكثير والكثير حتى يتم النهوض به على الوجه الأمثل أو الوجه الذي يحتاجه أو يعني يرتقي إليه المواطن المصري بالشكل الذي يناسب احتياجاته واستخداماته اليومية كثير من هذه التفاصيل وهذه الإجراءات إلى أين وصلنا من إجراءات في الثروة الداجينة في مصر انتاجنا وصل لحد فين؟ هنتكلم كمان عن المستلزمات وتوفير مستلزمات الإنتاج الداجيني والسلالات المستنبطة والمحلية وكثير من التفاصيل اللي مشاهدين ومربينا دايما بيدخلوا يسألون عليها حتى لو موضوع المرشد الزراعي بيكون مختلف عن الثروة الداجينة أو قطاع الثروة الداجينة النهاردة معنا الأستاذ الدكتور مجدي سيد حسن رئيس قسم بحوث تربية الدواجل بمعهد بحوث الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور يعني دايما لما بنتكلم عن الدواجل بنحب نتطمن على إنتاجنا في الوقت الحالي تمام حتى الآن وحتى هذه اللحظة كيف يكون الإنتاج المصري من الثروة الداجينة تمام بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم الله العظيم في البداية طبعا بحب أنوه النقطة مهمة جدا إن إحنا الحمد لله وفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل مجهودات العلماء الموجودين في مصر وفضل برضو مع بحوث التاج الحيواني إن الحمد لله وصلنا لمرحلة متقدمة جدا من الاكتفاء الذاتي من السروة الداجينة في مصر عايز أقول لحضرك وعايز أقول برضو اللي بيتابعنا برضو إن إحنا الحمد لله دخلين على ما يقرب من مليار واحد من عشرة كيلو جرام أو دجاجة سنويا يعني بنغطي تقريبا كل الاحتياجات اللي إحنا عايزينها وبنقبل أو دخلين على مرحلة التصدير فبإذن الله ربنا يا سيد بس الأمور تتسلح كده إن شاء الله بإذن الله والغمى اللي إحنا فيها دي تروح إن شاء الله بإذن الله موضوع الكورونا وهنرجع تاني نرجع لموضوع التصدير بالنسبة للدجاج وبالنسبة للدواجن بشكل عام النقطة برضو الأهم إن الحمد لله برضو مصر تعتبر من الدول المتقدمة في صناعة الدواجن بشكل كبير جد يعني تقريبا بالنسبة للقارة الأفريقية بتكون في النقطة تقريبا أو الدولة التانية اللي بتنتج داجيني أو كلام ده بالنسبة للدول العربية تقريبا برضو تعتبر دولة التالتة أو الرابعة بالنسبة للدول العربية يعني الحمد لله بالنسبة لإنتاج الداجيني مصر تعتبر في المقدمة بالنسبة للدول العربية وبالنسبة للدول الأفريقية الحمد لله الحمد لله طيب خلينا بقى نتكلم من منظور المرامبي من وجهة نظر المرامبي إيه أهم الارتجازات اللي لازم يرتكز عليها علشان ينهض بالمشروع بقى بتاعه يعني هو بالنسبة له الثروة القومية بتاعته هو المشروع أو التربية سواء كانت يعني إحنا طبعا دايما ما بنشجعش التربية المنزلية لكن إحنا بنتكلم على المزارع حتى لو كانت المزارع الصغيرة وحتى لو كانت المزارع التي مازالت حتى الآن تعمل بالنظام المفتوح كيف ينهض المزارع على المستوى الصغير كمربي صغير بالمزارع الخاصة بتاعته تمام طبعا أنا برضو في البداية أحب أقول أن بالنسبة أننا كما عاد بحرستاج الحيواني فيه دور مهم جدا وإعتوار من المعاهد البحثية على مستوى مصر كلها اللي بتمتلك السروة القومية السروة القومية دي هي السلالات المحلية والمستنبطة بتاعتها وأنا عايز أقول برضو لأي حد متابعنا السلالات دي تعتبر بالنسبة لنا سهل جدا أن أي واحد مرب صغير يتعامل معها سهل جدا أن يعمل مشروع صغير سهل جدا أنه بمكان بسيط جدا يقدر يعمل مشروعات تدر لي ربح كويس يقدر يتعايش منه وبالنسبة لنا احنا برضو بنحاول على قد ما نقدر نقول أن بالنسبة للسلالات المحلية والمستنبطة بتغطي تقريبا ما يقرب من ما أكتر من 35% من إجمال السروة الدجينة في مصر تتمثل فيه تربية الدواجن بالمنظر لحظك أو بالوصف لحظك وصفتيه اللي هي العنابر الصغيرة اللي هي المشروعات الصغيرة اللي هو المرب الصغير اللي بيملك أقل من 5000 دجاجة أو كلام ده ودي كلها تعتبر مشروعات بسيطة جدا شهل سهل لأي واحد مربي أنه هو يقوم بيها ويعملها وبالإضافة للكلام ده احنا عندنا برضو الحمد لله المعب بيتابع القطعان بتاعته مع أي واحد مربي بيجي ياخد كاتاكيد صغيرة بيبتري يعمل مشاريع صغيرة فيه أكتر من سلالة ممكن يعتمد عليها المربي في عملية التربية عظيم جدا هنا بقى حضرتك بتولي أن مركز البحوث بيقوم بدور مهم جدا وهو مد أو دعم المربي دائما بما يحتاجه من أحدث النظم العلمية أو أحدث ما يمكن الاعتماد عليه علميا حتى يقوم بأنهوض أو ينهض به هذا المشروع طيب أنت بتوصل إزاي بقى؟ يعني كل هذه خلينا نقول برضو أنه العلم به الكثير من التعقيدات والمربي عايز دائما أنه المعلومة توصله بسيطة وتوصله بالشكل الدارج بالنسباله واللي هو متعود عليها تمام بنوصل للمربي ازاي؟ وبننقله المعلومة دي ازاي؟ تمام هو طبعا المعهد أبوابه مفتوحة في أي وقت والحمد لله برضو فيه أكتر من مجال بنقدر نوصل للمربي صغير من خلال الإرشاد يعني الحمد لله المعهد عمل نشرات قيمة جدا في الإرشاد الزراعي والثقافة الزراعية في مجال الدواجن الحمد لله المعهد برضو نفس الكلام بيعمل دورات تدريبية كل ثلاث شهور احنا عندنا القسم اللي أنا برقصه فيه كل ثلاث شهور بنعمل دورة تدريبية في مجال الدواجن مجالات متعددة مجال إنتاج البيض مجال إنتاج اللحم مجال الأمهات مجال التفريخ مجال الحضانة مجال دراسات الجدوى مجال الأمراض ورعاية الدواجن والأمل الحاوي بحيث أن احنا بيجي بعض المربيين أو بعض الناس اللي عايزين يعملوا مشروعات بيشتركوا معنا في الدورات التدريبية ديت وبنتابع معهم برضو إذا كان ممكن أن يعملوا مشروعات صغيرة أو مشروعات برضو متعددة المراحل بحيث أن احنا نقدر ننهب بالمربي وناخد بإيده لغاية ما يقف على رجليه بعد ما يقف على رجليه بنتابع معا بالتليفونات يقدر برضو عن طريق الواطس دلوقتي أنه يتواصل معنا لو عنده مشكلة بحيث أن نقدر نتغلب على أي مشكلة بيتعرض لها خلينا نقول الدولة ممثلة في وزارة الزراعة ممثلة بشكل أكثر تخصصا في مركز البحوث بشكل أكثر تخصصا في القسم اللي حضرتك بتتولى رئاسته ومعها طبعا بحوث الإنتاج الحيوي كيف تنظر هذه الهيئات والمؤسسات إلى المربي الصغير باعتباره واحدة من الركائز الهمة للاقتصاد القومي وخصوصا في تنمية قطاع الفروة الداجينة تمام هو أنه زي ما قلت برضو تقريبا حوالي تلت الفروة الداجينة بيملكها المربي الصغير ده وبيملكها في صورة مزارع صغيرة بصورة عدد بتتربع عشوائي بس بأسلوب منظم بأسلوب رعائي جيد الحاجة المهمة جدا أن السلالات اللي أنا هتكلم عنها بعد شوية اللي هي السلالات المحلية والسلالات المستنبطة اللي موجودة في محطات معه بحوث الإنتاج الحيواني تعتبر صروة قومية بالنسبة لأي واحد مربي سواء مربي كبير أو مربي صغير وخاصة المربي الصغيرين ليه المربي الصغير ده بيمتلك عدد صغير من القطعان فبالتالي بيلجأ ليه تربية القطعان اللي هي من السلالات المحلية والمستنبطة لما لها من مميزات عديد المميزات دي بتخلي المربي بعد ما بيربي مثلا سي ربع عدد معين يبتلي تضاعف العدد ده في الدورة اللي بعدها يبتلي تضاعف العدد في الدورة اللي بعدها لأن المنتج نفسه زو قيمة غزائية كويسة وزو قيمة تسويقية جيدة وزو ربح ممكن يحقق أي واحد مربي والأهم من كل ده ان هو سهل جدا هو يحصل على هذه السلالات جليل طيب خلينا ناخد صالح من الده أهلية يا أستاذ صالح نعم أهلا بيك اتفضل ألو اتفضل حضرتك على الهوى سؤلك ايه اتفضل انا نسأل حاند دكور بس على الفراق البلدي اللي هي منتجة لنبيل ملهم عاجز رقم حد من مركز البحوث عشان انطفل عليه عاجز احجز دواجي حاضر طيب ارجع للكنترول مرة تاني واسب لهم رقمك والدكتور هيتواصل معاك ان شاء الله بعد الهوى شكرا جزيلا من أستاذ صالح طيب نرجع بقى لأسئلة كتير زي مثلا أستاذ صالح كانت تصل مينا يقول لنا بقى على الهوى ايه انا ما بعرفش ازاي اختار السلالة وما بعرفش ازاي اختار الكاتاكيد بتاعتي حتى ان هو الناس بتدخل ساعات تقول لنا اسماء مش سلالات بقى اسماء شركات هو ما يعرف هو بيقول لك انا بجيب من الحتة الفلانية وخلاص وهل ده صح ولا غلط فاحنا عايزين دلوقتي نقول للمربي الصغير سواء بدأ او سواء لسه هيبدأ ازاي يختار الكاتاكيد ازاي يختار السلالات بتاعته علشان ده يساهم في تنمية المشروع بتاعه تمام هو انا عايز ارد برضو على الحج صالح اللي كان بيتواصل معنا من شوية اقوله احنا الحمد لله بفضل ربنا السروة ده جينا اللي هبنا امتلكها معه بحوث تاجل حيواني اللي هي بالدعم المربي الصغير قبل الكبير منتشرة على مدار محافظات مصر المختلفة في الواجه القبلي يوجد تلات محطات فيه في المينيا محطة ملوي ودي بتمتلك اهم سلالتين محليتين موجودين في مصر اللي هي سلالة الفيومي وسلالة الدندروي في بياليها بعد كده محطة سيتس في باني سويف وفيه بعد كده محطة متخصصة بقى في سلالة الفيومي اللي هي محطة الفيوم نفسها يعني دول الموجودين في قبلي فبالتالي اي واحد مربي صغير عايز ياخد السلالات دي او يحصل عليها فبوهمت ده اهلية هقول لحضرتك مانا لسه بنتري بتكلم على قبلي على قبلي طيب اه انما بالنسبة لبحري فيه حوالي ستة محطات الستة محطات دولت لو جبناهم من اقرب حاجة بالنسبة لنا محطة انشاص في الشرقية بعدين بيليها محطة الجميزة في الغربية بعد كده فيه محطة سخف كفر الشيخ بعد كده فيه محطة السيرو في دميات اللي تعتبر قريبة اقرب حاجة بالنسبة لمحافظة اد اهلية ما بينها وما بين محافظة اد اهلية حوالي بتاع ساعة او ساعة ونص يعني مش بقيدة قوي وبعدين فيه محطتين في اسكندرية فيه محطة الصباحية وفيه محطة برج العرب دول الستة محطات الموجودين في بحري الستة محطات بتوع بحري والثلاث محطات بتوع الوجه الابلي بيمتلكوا تقريبا ما يقرب من ثلاث سلالات محلية وحوالي ما يقرب من 14 سلالة مستنبطة وهذه السلالات لها مميزات عديدة جدا لو عادت تكلم عليها من النهاردة لغاية الثاني يوم مش هيخلص هذه المميزات لما لها من كفاءة عالية في استهلاك العلف بكمية ليلة واشهر برضا هذه المميزات من قومتها للامراض استهلاكها للعلف قليل المنتج بتاعها لما باجي سواءه حتى لو اي واحد مرب صغير ما بيعرفش سواءه ممكن ببساطة جدا يقدر يسواء الحاجات دي بأسعار عالية جدا زي ايه؟ حضروا لكم طبعا كلنا عارفين البيض البلدي البيض البلدي دي اللي هو بيطلق عليه اللي هو البيض الناتج من السلالات المحلية والمستنبطة وده يعتبر بيض وقيمة غزائية عالية وفي نفس الوقت بيكون سعره غالي عن البيض التجاري وايضا نفس النظام بالنسبة لسعر الكاتكوت وبالنسبة لسعر الفراغ بيكون برضو عالي بس القيمة الغزائية بتاعته عالية وفي نفس الوقت لما اجا ربي الدواجن ديت او ربي الكاتكيت سهل جدا ان انا اتعامل معاها وسهل جدا ان هي تتأخلم مع البيئة اللي انا بربي فيها اسواء في الجو الحر او في الجو البرت احنا برضو معنا على الشاشة اللي مشاهدينها الارقام اللي بيها تقدروا تتواصلوا علشان تسألوا على اي حاجة بتخص تربية الدواجن معنا خط اردي تقريبا صح معنا خط اردي ومعنا خط او رقم موبايل نقدر نتواصل على هذه الارقام نستفسر عن الدواجن نستفسر عن السلالات نستفسر عن المحطات كل ما يريد المربي انه يستفسر عنه بشكل مستفيد لان انا ببقى عارفة دايما انه المربي بيبقى عنده استفسرات كتير وعلى الهوى اه بيقول اهمها لكن بيبقى عنده كمان استفسرات تانية كمان الدكتور او المختص بيبقى عايز يعرف تفاصيل اكتر فنقدر من خلال هذه الارقام نتواصل عليها ان شاء الله ونتواصل بشكل جيد طيب محمد من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال باش حضراتك استفسر ممكن سؤال واثنين وعشر اتفضل بالوقت حضراتك بالنسبة للقناة الدينية دي قناة مخصفة للقناة الدينية لا 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 معلش علي صوتك تاني بالوقت دي قناة مصرد يتكلم عن الزراعة وتربية الدواجن والمواشي انا مش سامعة انا مش سامعة مش سامعة خالص طب حاول معلش تكلمنا مرة تانية استاذ محمد طيب احنا نرجع تاني بقى الموضوع السلالات السلالات المحلية خليها الاول نبدأ بالسلالات المحلية المميزات بتاعتها ايه بالنسبة للمربي على المستوى الصغير وعلى مستوى المنتجين الكبار بالنسبة للسلالات المحلية هما فيه ثلاث سلالات محلية ودولوا يعتبروا برضو السروة القومية وممكن للفلاح المربي اللي بيربي في الريف المصري بالذات عارفهم اشهرهم لأي واحد مربي او واحد بشتغل في الدواجن سلالة الفايومي وكلنا عارفينها طبعا نسمعناها دفراخ فيومي ده دجاج فيومي ولي تمتاز مميزات عديدة جدا هقولها بعد اما اقول السلالتين التانيين فيه سلالة الفايومي فيه سلالة الدندروي وفيه سلالة سينة دول الثلاث سلالات المحلية الموجودة عندنا في محطات المحط وده تعتبر سروة قومية بالنسبة برضو لمصر لانها بتغطي من كتير من احتياجات المربيين بالنسبة للتربية وبالنسبة للعاشة بتاعتهم او كلام ده فيه بالنسبة بقى للسلالات المستنبطة حوالي ما يخرج من 14 سلالة اشهرهم في المنتزى الزهبي المنتزى الفضي فيه سلالة المعمورة فيه سلالة بهيج فيه سلالة السلام فيه سلالة الجميزة فيه سلالة مطروح فيه سلالة الصباحية الزهبي والصباحية الفضي ودول احدى السلالتين استنبطوا او تم انتاجهم في معدى السلالة الحيواني بالاضافة لبعض السلالات الاخرى زي المنظرة وفيه سلالات برضو اخرى عديدة ممكن لقى واحد مربي عايز يحصل على هذه السلالات بيشوف اقرب محطة به زي ما انا شفت من شوية موضوع عرض المحطات والسلالات اللي موجودة في كل محطة يتواصل مع مدير المحطة من خلال التليفون يوفر له كل احتياجاته من الكاتاكيت او من الخطعان اللي هو عايز بالنسبة برضو اللي بيقل الموضوع النقطة اللي حدق برضو قلتها ان هي ليها مميزات ليها مميزات عديدة انا ذكرت بعضها في الاول ان هي سلالة بتتأخلى مع الظروف البيئية المعاكسة يعني ممكن انا ربيها في الجو الحر الجامد ممكن اربها في الجو البارد الجامد برضو ونفس النظام بلاقي ان هي مقاومة للامراض بلاقي ان هي قليلة في استهلاك الادوية والتحصينات استهلاكها للعلف في الاعمار الكبيرة بيكون اقل من السلالات التجارية زي ما انا قلت برضو نقطة دي مهمة جدا ودي بتخلي اي واحد مربي اي واحد مستهلك يقبل على هذه السلالات ان طعم الفراخ نفسها بيكون حلو المزاق او بيكون كمان بالنسبة للبيت بيكون قليل الكوليسترول اللحم نفسه بيكون مستساغ بيقبل عليه الصغير قبل الكبير فبالتالي كل الكلام ده بيعمل على زيادة انتشارها في القطر المصري سواء في الواجل البحري او الواجل الابلي بالاضافة لان محطاتنا زي ما انا قلت برضو منتشرة في اي مكان في مصر في الواجل البحري وواجل الابلي فسهل جدا لقي واحد مربي ان يحصل على هذه الكتاكيد في عمار صغيرة وسهل جدا ان هو يربيها في مكان صغير ممكن يقدر يربي كمية منها وفي نفس الوقت يقدر ان هو يربي الاعداد دي وسهل جدا هو يسوقها بأسعار عالية هل هناك افضلية بين السلالات المستنبطة والسلالات المحلية يعني نقدر نقول انه في حاجة فيهم افضل من التانية ولا الاتنين على حد سواء بيتمتعوا بنفس المميزات بالنسبة للمربي تمام هو بالنسبة لسلالات المحلية والسلالات المستنبطة تقريبا معظم السلالات المستنبطة عليها الاقبال من لدي المربيين لكن في بعض المربيين بيفضلوا او بعض المستهلكين للدواجن بشكل عام بيفضل دجاج الفيومي فبنلاقي برضو ان الفيومي بيكون عليه الطلب بالنسبة للسلالات المحلية السلالتين التانية اللي هو الدندراوي وسلالة سينة بالرغم ان دي لها مميزات برضو دي لها مميزات زي ما أنا قلت ألاقي مثلا سلالة سينة دي موجودة في محطة السير وفي ضمياط فبلاقيها تمتاز أنها فرخة لونة أحمر فيها بعض الرش الأسود بيكون وزنها عالي وزنها كويس جدا يدي أوزن معدل نموها سريع جدا عايز أقول لحضراتك برضو أقول لأي واحد برضو مربي أن السلالات دي ليها مستين كويسين جدا أهم المستين اللي أنا بقول عمل أو ميزة اللي هو بيمتاز بيها القطعان دي أنه في بعض السلالات منها بيتميل لإنتاج اللحم وفي سلالات بيتميل لإنتاج البيت السلالات بيتميل لإنتاج اللحم بلاقي بعض المرابين بيأخدوها يربوها لمدة شهرين 3 شهور بلاقي وزنها ممكن يوصل لكيلو كيلو ورابع وده بقى معدل استهلاك العالم برضو يكون قليل مع أن المجاة تباحة على العمر دوت بلاقي أن هي سهلة جدا أنها تباحة وعليها الطلب بالنسبة للبيع والشراء والكلام ده كله من ضمن السلالات اللي بيتميل لإنتاج البيت زي ما أنا قلت المنتزة الفضي المنتزة الزهبي سلالة المندرة سلالة الدندروي والفيومي وسلالة سينة اللي هي السلالة المحلية بتاعتنا في بقى سلالات بتميل لإنتاج اللحم زي السلالة يطلق عليها الجميزة دي باسم محطة الجميزة الموجودة في الغربية وفي سلالة تانية يطلق عليها سلالة السلام وفي سلالة يطلق عليها المعمورة وفي سلالة يطلق عليها البهيج وفي سلالة خمسة اسمها سلالة البندرة بالبيه. دول سلالة بتميلي انتاج اللحم سهل جدا لأي واحد مربي ممكن يربيهم. واستفاد منهم على عمار صغيرة ان ياخد كمية لحم مناسبة للاستهلاك. جميل. طيب خلينا ناخد استاذ احمد من الاهلية. يا استاذ احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل افن. والله انا كنت عايز اسأل على الجميزة ديات انا كنت نوع الجميزة. انا كنت اجيبته على اساس ان هو بينتج بيض فعلا زي ما الاساس قال كده. اه. طلع بينتج. طلع طلع بينتج لحمة بس بسم الله ما شاء الله يعني الاوزان عندي غير ما بقول خالص. الاوزان غير? غير ما بقول انا يعني انا عندي الفرخ وصلنا اربع كيل. ما شاء الله. لأ كويسة مش غير مروبة. اه. الاسباحة غير مروبة السياة. اه. طيب يعني يعني ليه غير مرغوبة انت انت بقول غير مرغوبة. لأ مش مش غير مرغوبة انا قلت يعني كنت جابة مثلا للي كنت جابة مستهدف منها ان هي ببيض. اه. فانا بصدق لقيتها في متي اللحم. فبتسمن. اه. يعني طيب اه اه خير. اعزت تكثر عن عن يعني عن سوداء عن. هي ديميزة او سازحمر. ديميزة ليه غير مرغوبة. انا استغرام انت بكون أنا ما قلت شعره. أنا ما قلت شعره. بس أنت عايز كاتاكيد بياضة. أنا عايز سلالة كون حلوة في إنتاج الضيئة. طيب. بحاضر. بشكرك أستاذ أحمد من الده أهلية. هو كان جايبها على أنها بياضة. فطلعت ما شاء الله تسمين يعني بترمي معاها كتير. هو فيه سلالة كويسة جدا مشابهة جدا لأستاذ الفايومي. ودي بسلالة مستنبطة بيطلق عليها دق أربعة. ودي نسبة للمكان اللي كان فيه محطة زمان اسمها محطة الدق موجود هنا في المكان اللي احنا فيه دوات قريبة من هنا. فابتده يعمله خلط وتحسين برضه عشان ينتجوا سلالة دق أربعة ديات. فانتخبوها بعض الأسات اللي كانوا موجودين معنا في المعاد. الأجيال اللي احنا تعلمنا منها والكلام ده. فأنا بقول لي برضو الأستاذ أحمد. زي ما أنا قلت لحضرتك أو نوهت برضو لأي واحد مربي. لما اجي اختر السلالة أشوف الهدف من المشروع اللي أنا بعمله وهدف من التربية بتاعتي. هل هو إنتاج بيد ولا إنتاج لحم. لو كان الهدف إنتاج بيد من سلالات محلية أو مستنبطة. فبلجأ للسلالات اللي احنا قلنا برضو لايه زي الفايومي. وزي الدندراوي زي سلالة سينة. ومنتزى الفضلي ومنتزى الزهب. ودي بتدي إنتاج بيد عالي. وفي سلالة برضو برضو نسيتها سكورها اسمها سلالة إنشاص. سلالة إنشاص دي بالنسبة لمحطة إنشاص اللي موجودة في الشرقية. برضو بالإضافة للكلام ده. انت لو عايز تربي بقى لحم. وعلى عمر مثلا مبكر. بتقدر تاخد وزن جسمي بالنسبة لي القطعان عالي. في بالنسبة للموضوع دوت. السلالات الخامسة اللي أنا قلتهم اللي هما بيميلوا لإنتاج اللحم. اللي انت حضرات بتقول عليهم اللي هي عيب. اللي هي بتدي وزن سريع. بس بيكون السلالة اللي بتبعل إنتاج اللحم. معدل إنتاجه في البيط أقل من السلالات اللي احنا زكرناها. المتخصصة في إنتاج البيط أو بتبعلي إنتاج البيط. يعني هو اختياره أصلا من الأول. لهو مفوت خطأ، ده هو تراجع للاختيار هو. لو هي ربي بيت يلجأ الأصدى بيتمجل إنتاج البيط. اللي هم الخامة السلالات اللي احنا قلنا. اللي هم بقيت اللي 14 السلالات اللي احنا قلناهم. الخامسة دولпри هو قد Beamون وねحنا إقامهم. زي الدندراوي زي سلالة سينة زي دق اربعة زي سلالة سينة زي سلالة انشاص كلها سلالة متخصصة او زي المنتزى الفضي او منتزى الزهبي وفيه بدلوقت السلالتين في محطة الصباحية انتخبه جديد او تم انتاجه مجداد اللي هي الصباحية الزهبي والصباحية الفضي دول متخصصين في انتاج البيض ويهدوا انتاج البيض ممكن يعدي 200 او اكتر من 220 بيضة في الموسم جميل طيب احنا برضو هنرفع السلالات دي لوحدها يعني انا بستاذن زميننا ان هم يرفعوا المقطع ده لوحده علشان الناس اللي بتسأل على السلالات دايما تدخل تعرف بقى اذا كان عايز بيضة ياخد السلالات الفلانية اذا كان عايز سلالات بترمي لحم ياخد بقية السلالات طبعا اسمها برضو علشان كتير من المربين بيتلغبط في الموضوع ده وبيسألونا كتير جدا جدا عن موضوع السلالات سواء كانت التسمين او سواء كانت الانتاج البيض او البيضة يعني زي ما بيقولوا عليها دايما وفيه ميزة برضو نسيت اقولها برضو حاجة مهمة جدا ان نتيجة تربية الزكور مع الاناس في معظم المحطات فبرضو لو اي حد عايز بيض مخصب يقدر لو عنده مفرخ وعايز ياخد البيض المخصب دوت يفرخه ويقدر يربيه ويطلع كتاكيت عنده ويتسوقها ويبيعها عمري يوم دي برضو متوفرة في جميع المحطات اللي انا قلتها قبل كتا وطبعا هنا برضو الاشارة انا شفتها برضو في الكلام اللي هنا دوت او الصور اللي اتعرضت من شوية ان كل محطة معاها السلالات بتاعتها معاها رقم تليفون المحطة بحيس يتواصل اي واحد مربي ويقدر يسأل كمان بقى كل الاستفسارات اللي عنده كمان يقدر يستفسر عنها بحيس انه ما يختارش اختيار غلط او يعني او غلط بالنسبة له انا شايف ان الصور اللي احمد برضو ما شاء الله يعني ربنا يبارك له لكن هو مش هي دي رغبته يعني انا فهمت كلمة ليه غير مرغوب مش هو ده المرغوب بالنسبة لقطاع الثروة الداجينة او للاقتصاد القومي الشكلة تمام انا عايز اقول حاجة بسيطة جدا زي ما احنا اتكلمنا في الاول عن اهمية الثروة الداجينة وحديك قلت في المقدمة لحديك قلتها اهمية البروتين الحيواني من ابسط انواع البروتينات وسهل الحصول عليه بالنسبة للصغير قبل الكبير هو البيض فسهل جدا ان ممكن واحد عايز ياخد مصدر بروتين حيواني بيلجأ للبيض او للفراخ وبرضو ميزة الفراخ او قطعان الدواجين بشكل عام ان سهل جدا ان انا حصل منها على انتاج لحم في دورة بسيطة جدا عمر صغير غير ما سمن عجل غير ما ربي مثلا حتة حملان او جموس او بقر او اغنام او معز دي بتاخد فترة اطول انما احنا بالنسبة لنا كناس متخصين في الدواجين او بالنسبة لنا مش بدافع انا الدواجين لا بقول لي اعتبر مصدر بروتيني سهل وسريع ان انا اقدر احصل عليه بالاضافة لانتاج البيض اعتبر البيض برضو زو قيمة غذائية عالية بيدي مصدر بروتين حيواني عالي وعايز اقول برضو على حاجة مهمة جدا ان البيض يعتبر من المكونات الغذائية اللي بتحتوي على بعض الاملاح والفيتامينات زادة قيمة غذائية عالية مهمة جدا لرفع مناعة الانسان والحاجة الاهم برضو بلا ان البيض بالنسبة لسولات المحلية والمستنبطة اللي انا كنت بكلم عنها من شوية قليل في نسبة الكوليسترول فبالتالي اللي بيجي ياكل ياكل بيضة ياكل اتنين ياكل تلاتة فيش اي خطر ان الكوليسترول يعلى في حدود معينة يعني ما زودش على الكمية اللي هي مسموح بيها بحيث ان اللي اخدر لا ما يحصلوش اي حاجة قد انا كلت من السولالات ديت او الكلام ده لعكس بقى الخرافة اللي كانت يعني بتشاع في احدى السنين كده ان البيضة فيها كمية كوليسترول العالية جدا وان اللي بيأكل بشكل يومي بيضة ده خطر على صحته يعني خطرتك بتنفي تماما هذي لا لا هو البيض فيه كوليسترول بس نسب قليلة جدا مش النسبة اللي هي اللي تمميت او تعمل تصلب للشرايين او تعمل اللي قدر لا جلطة او حاجة ازا كده لا بالعكس ده بينصح بان هو ان يستهلك كمية من البيض عشان اخد مصدر البروتين وخاصة لسهار السن والاطفال اللي محتاجين معدلات نمو اعلى او الكلام ده كله احنا الانتاج بتاعنا عامل ازاي من بيض المائدة هنتكلم عنه ان شاء الله بعد الفاصل انتظرونا مكملين مع حضراتكم المرشد الزراعي تمام